أول مرة نستقبله بالهاتف استقبلناه لكن أول مرة نستقبله في الستوديو نقيب الصحفيين الجديد زياد نبار زياد مبروك لك ومبروك للمكتب الجديد شكرا لك على قبول الدعوة قدش من وقفة احتجاجية وقفت من اللي وليت نقيب قريباً أربعة بورطا مزلتك في المكتب الجديد طلع وهذا مؤشر مخيف عليش أربعة وشنو قراءتك للوضع احنا من قبل ما نطلع للنقابة كنا في القروان تقريباً من قبل مام حتى في القبل الباساسيون مع الزملاء في المكتب السابق كنا في القروان في قضية أسامة رمضان أسامة رمضان يسين رمضاني يسين عندنا قضية زمينا وبعدها جد قضية تخليفة وبعدها زياد الهاني وبعدها تقريباً قضايا أخر شاذاء وغيره شاذاء وكعلش وما يكونش لحديث على قضية الزميل محمد بوغلاب اللي صايرة نارينها ذمه والسجاد الحاصل أي من غير ما نحكيه وعلى تقريباً على السيق كامل مطعموا لحقات قضائية شو رسائل شبيه السيق هذا شو خبرنا شفبت اليوم تقريباً ثم توجه قضائي واضح لإحالة الصحافين على خلفية أعمالهم الصحفية مش على خلفية حياتهم الخاصة مش نفسروا لسد المستمعين مش يفهمونا اللي يقولك على الصحافة بمكش على رأس كريشة صحيح موش على رأس ناريشة لكن عنا قانون يحمينا قالتها الصحافي هذا مضربش حد بالكره بوهرب مثلاً هذا يسوق الكلام هذا تكلم الكلام في إيطار ماهنتو يحاكموا عليه مش تبدأ واضحاً المربع هذا مهمرة اليوم المعاناة اللي نعيش فيها تقريباً من 2011 إلى يومنا هذا في علاقة بتطبيق المرسومة وخمستاش فترة الأخيرة تواترت إحالات الصحافيين عندنا تقريباً ما نسميلك عندنا مجلة اتصالات ثمانية مناسبة عندنا مرسومة وخمسين ثمانية صحافيين مهديين من مرسومة وخمسين في فصلة 24 فصلة 24 يمشي في قضايا في شكاية تقريباً في أحكام من خمس سنين إلى عشرة سنوات عندنا بالإضافة إلى أشحاجة أخرى البلان كنشوفوا فيه علش نعمل في الوقفات الاحتجاجية علش الاستنزاف هذا الكل هذا الكل كان ما كانش يصير لو لا تم احترام القانون اليوم ثم مفارقة أنه نطلب من النيابة العمومية الموقرة تحترم القانون وتحترم أنه رأو في مهنة في دولة اسمها تونس صارت فيها ثورة صارت فيها مرسومة الثورة المرسومة وخمسطاش اللي ينظم بين ظفرين جرائم النشر وجرائم الصحافة المرسومة وخمسطاش وهو اللي ينظم المهنة هذه علش تبق علينا في قوانين بتاع بن علي مجالة الاتصالات تبق علينا في الفصل تقريباً 24 يعني وحتى في التطبيق قد تكون المسألة معناتها سير ميزير هذا هو الأقلق اليوم اليوم نحكيه على حرية تعبير نحكيه ديما على الممارسة وتشريعات لكن اليوم شكون يتحرك من يثير نيابة بتلقاء نفسها وإلا مؤسسة دولة وإلا مواصفين عموبيين وإلا هذا زاد يخبرنا على الملاخ العام المعطيات اللي نعطيه فيهم في النقابة قايمة على عمل وحدة رسد وعمل وحدة رسدي تقوم به واضح يعني اليوم كنختاروا حالة ما نشوفوش الحالة هذية هل أنه نختلف معها في خطها التحريري أو لا ما نشوفوش خطها التحرير وما نشوفوش اسم الشخص بقدر ما نشوفه الحالة في نسبة كبيرة من الحالات لاحظنا أنه نفمش تعاهد تلقائي في النيابة العمومية حتى وإن صار تعاهد تلقائي صار تعاهد تلقائي في قضية زمينة زياد الهاني وتم تدارك الأمر بالنسبة للأجهزة عندما قدمت شكاية اليوم تقريبا نسبة كبيرة صلات عمومية شاكية بالصحفي مواطنين عادين مثلا مش برشة اليوم رأوا العكس ما يوقع لليوم رأوا صحفين توان سمح مين برشة من المواطنين حتى الاعتداءات من المواطنين نقصت إذن من يتذمر من الصحفي اليوم؟ اليوم سلطة اليوم أجهزة الدولة تتذمر من الصحفي واليوم خاصة الجهاز القضائي اللي للأسف الشديد يؤكدنا كل مرة اللي هو موج ضمان للحريات الصحفية في تونس هذا يحيطنا على سؤال حول ضمبية الإطار التشريعي الكل هل يعقل اليوم أنه فم أربعة تقريبا قوانين تجب تحكم بها الصحفي؟ هل يعقل اليوم أنه لا يتم النجوء الـ 115-116 بالرغم أنه هي قوانين معبولة بالذمة لمهنة الصحافة وأكثر من هكا هل يعقل أنه نتجه في كل مرة إلى العقوبات السالبة للحرية؟ بالرغم أنه الـ 115-116 يمكن من أن يكون فم أليات أخرى تحكيمية تعديلية وغير في نفس الوقت غياب تام لهيئة تعديلية نحن في النومانزلاند لكن في نفس الوقت في بلاسة ضيعين الآن أو نافيغافيو أي هذا ماذا نعمل فيه؟ هذا اليوم المشلع لنا تقريبا المستوى القانوني في علاقة بالقوانين التي تنظم المهنة نأخذ آخر مثلا الإحالات الأخيرة تتم على المرسومة مرسومة مجالة الإتصالات قانون الإرهاب وقانون العنف ضد المرأة اليوم تقريبا تم ثلاثة قوانين مواجلة لجزائية تقريبا ننساوه اليوم مرسومة 15 ويتم التركيز على قوانين أخرى القوانين هذه فيها كونفليت كونساب في بعضها بطبيعتها وتتعارض مع المرسومة 15 مفهمناش اليوم الدولة التونسية لم يعني ما تخلتش على المرسوم بصيفة نهائية نجموش نقعد وزارة العدل نقعدوا معها وزارة العدل مثلا وفسروا لها قولوا يا وزارة العدل رانا عنا 115-116 راهوا تعمل بالتشارك مع كل هيكل المهنة راهوا قادر أنه يبت في الإشكالات الكل ما غير ما نخلطه ما غير ما نخلطه الأزمة ما غير ما نخلطه الأزمة هذه فماش إمكانية؟ موجودة الإمكانية تبقى الكرة عندهم مش عندنا احنا طلبنا تقريبا وكنا منفتحين جدا لأنه نعتبر أنه في قناعتنا ثقافة التعديل والتعديل الذاتي اللي جابها المرسوم 115-116 تتطلب مجهود كبير تتطلب نقاش تتطلب لقاءات تتطلب ممكن أخذوا رد مع الصلاة اليوم الصلاة السياسية مسكرة على روحها خاصة جهة أجهز القضايا مسكرة تخدم في دوامة أنه صحفي مجرم إلى أن تثبت براءته في علاقة والمرسومة 54 خاصة في فصله الأربعة وعشرين من أحكيتلك هو اللي أكثر تطبيقا على الصحافين مع مجلة الاتصالات اليوم مرسومة 54 في الفصل الأربعة وعشرين في الوزء الأول والفقرة الأول والفقرة الثانية يروا ينسف كل الضمانات القانونية الموجودة دستورية زياد أحنا وين نعيشون؟ نعيشون في دولة الدولة يحكمها يحكمها الدستور والقوانين اليوم نشوفه فصل فقرة في فصل في مرسوم تنسف بابا كمية للحريات سيد النقيب سيد النقيب شنو إيجابتك أنت على جزء بالرأي العام اللي يقول الصحافي ما هوش فقناس وريش واليوم في قضية الحال تنرجع قضية بغلب في تفاصيلها لكن الفكرة العامة تمشي إلى أنه إحاءات ضرر بموظف عموبي يتعمد التلميح وهذا صار في عديد القضايا إيه خيش عمال نوجه بليح في هذا وقت اللي أحنا في مجال الرأي والرأي الآخر في مجال التحليل في مجال التلميح زاد على خاطر رهو الصحافي نجمي لمح أي ظهر للناس ماش فاهمة أنه التلميح زاد تقنية من تقنيات إيش عمل نوجه بليح وقت اللي بعدش نحكي فرد لغة ما هو ذيك المشلوين أنه من نجموش نعمه جورناليزم على كارت صحافة على كارت كما يحبها المواطن واللي يحب المسؤول دين دين من نجموش في قضية زميل محمد بغلاب ولا قضية محمد نحكو على يعني سجال حول اخلاقية المنى والخطأ ورجل في الحبس اليوم المبدأ وغم ياسر المبدأ والأساسي اليوم مش نحكيه على قضايا التعديل والتعديل الذاتي وأهميتها دونس عدت 23 سنة تجربة معاهد بن علي وكان تمام بجلد الاتصالات اللي فيها عقوبات سجنية وبالتالي خوفا من العقوبات السجنية لم تكن هناك تقريبا يعني مبادرات صحفية كبيرة وعمل صحف كبير وكانوا عندنا صحافين ومكانتش عندنا صحافة بالأساس بالرغم حتى المحاولات الجدية كانت موجودة وبكثرة بالسابق هذا أثبت فشلوا بعد 23 و 20 سنة شفنا أنه الناس كي خرجت تتكلم في تونس دولة تونسية على مر تاريخها ما هيش دولة كانت تمن بالديمقراطية ما تحبش ما تحبش وعلى مش جوها وما وش مسألتها اليوم تقضية خوف السباح تمشي تقوم سلحة أن الفرصة تقض في وزير تعاش تقض في وزير ثم فرصة كبيرة اليوم أن نبنو دولة يكون فيها نقاش عام نقاش الفضاء العام ثري وثري جدا ياخذ ناقش قضايا عامة ناقش قضايا كبيرة هناك قضايا حساسة قضايا مستقبلية أيضا قضايا حالية وممكن حتى تكون قضايا مستقبلية الإشكال الحاصل بترسالنا القانونية هذه بالكل ما نحلو هذا بالإضافة وحلى وهذا بالإضافة هذه مشاكل ضرفية نحكي لك عن مشاكل الهيكلية للقطاع اليوم رأو فما مشاكل الهيكلية فما فضاء فراغ تشريع مؤسسة شبه عطالة أريد لها تقريبا أن تكون في حالة عطالة ولكن تكون لك ليكها مش موجودة وبالتالي باش تكون هناك تقريبا ما فماش الطرف في عدل وبالتالي من يكون الصحافين يقوموا بمجهود لكن غياب ليكها مقلق ومقلق جدا دونك احنا في فوضى دونك احنا في فوضى واحنا أمام إطار تشريعي مش واضح متضارب ومتناقض في بعضه بالأساس وسياتة جزائية جزرية وهي تقول سلطة تنفيذية يضيق صدرها بالنقد وبعدهيش هذا هو الإشكال اليوم لازم سادة الوزراء وسادة المسؤولين يفهموا أنه رأي شخصية العامة في 2024 في عالم متوجه نحو الانفتاح في عالم فيه ثورة رقمية كبيرة في عالم أنه شهد تقريبا في مجيل في تونس تربى على النقد وتربى على بين ظفرين صلطة اللسان اللي سميها المسؤول اليوم السياسي في تونس رغم غير المعقوم نرجعوا نحو تكميم الأفواه ونرجعوا نحو معالجة الأخطاء بطريقة سجنية نمشي معك ما أبعد إذا كان هم مثلا عندهم تحفظ على بعض الحاجات أحنا كما هنا عندنا مليون تحفظ عليه لكن طريقة المعالجة ما تكونش إنك تشد صحافي في الحبس طريقة المعالجة ما تكونش بتطبيق أحكام زجرية طريقة المعالجة مش نشوف عين نطبق قانون هذي على أطرافه ونطبق ما تطبقوش في حين أننا ضد إنه نكونوا عادلين في تطبيق القاوين الظالمة بل بالعكس نمن إنه كل شخص له الرأي والرأي الأخر اليوم في دوله وفي مجتمعات تنقش حق الشتيمة بما معناه إنه تجي الشخص خايب تقول له خايب تبقاش نتنمق اليوم ما معناش ما وصلناش للديمونسيون هذي كحنا بالأساس لكن لما يكون نفاد المعلومة صعيد للصحافي نعني أعطيك مثل بسيط العمل للبرلماني اليوم بش يمشي صحافي يشتغل في البرلمان صعب سيد رئيس البرلمان يعني تقريبا نلاقي فيرويد لجاني لكل تقريبا اليوم كنشوفه مش تتصل بمسؤول تتصعب بش تاخذ المعطة المعلومة شب قال صحيح شبعتها صحافة هذا هو الاختر اليوم إذا اليوم اندثرت مهنة الصحافة أو سكرنا على مهنة الصحافة واندثرت مهنة الصحافة بش نبقوا في حالة فوضى في سنة انتخابية في دول عندها باع وذراع في الديمقراطية وفي حرية العلم وصار تقريبا صارت مانيبولاسيون للمنخبين نحن نحكي مثلا عن انتخابات الأمريكية نحكي عن انتخابات الفرنسية السابقة نحكي عن انتخابات أخرى صارت فيها مانيبولاسيون من الريزوسوسيو هذا بالرغم انه اعلامها قوي احنا اليوم اعلامنا فيه مشاكل ونحاول نصلحوه الا انه في سنة انتخابية ومش من صالح لبليات قطع سيدي مثل هذا يتم تهميش يتم مثلا حتى نية للإصلاح مثلا حتى مبادرة طرحت من طرف الصلط للإصلاح مثلا حتى تقريبا فكرة ومثلا حتى مشروع واضح يعني اليوم كما حالة فراغ تماما حالة فراغ حالة الفراغ هذه أنا شوي خذ نجيب عاك للوضعية هذه بتاع القطاع الكل تقريبا في الستة خمسة دقائق للخرانين اما قبل نرجع الى موضوع محمد مغلاب به محمد مغلاب صديقي وزميلي محمد مغلاب اللي قدم له أجمل تحي ومنضبنينا معاه ورب يفرج عليه الآن علش 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 تصرفين علش مثلا ما نقبلش الإنامة بتاعك علش ما نقبلش الشهداء الطبية علش نبعث لك نهار الجمعة نبعث لك عشرين مارس علش نمشي نجيبك بالبكتب قدام ولد علش علش هك هذي فيها قراءة نحبه ولا نكره فيها قراءة فيها قراءة ويحق لنا أن تكون عندنا قراءة يحق لنا حتى كما فيهاش يحق لأي مواطن تونسي ما بيقولك نحن كصحفين نفهموا أنه سيد وكيل الجمهورية للمرة الثانية هذه صارت مع زميل زياد الآن صديقا ما فهمناش اللي فهمناه أنه نعرف أنه وكالة الجمهورية هي من جزء لا يتجزء من السلطة القضائية بين ظفرين أو الوظيفة القضائية جهاز من أجهزة الدولة ما لازمش يتحول لجهاز لقمع الصحفي اليوم نياب العموية في قضية الحالة لكن هي تلوب العبوب ما عنداش الحق اليوم ترفض ترفض ما عنداش الحق بالقانون ترفض ترفض تعرف ما عنداش هذا طبية الرجل اللي بريض قالك تونشيك الهرسلين ما عنداش حق أيضا ترفض الإنابة بالتمبري تعرف المحامين يتعدوا برشا محامين سألناهم سادة محامين نسألهم كلك عادية رو ساعات نقدم إنابة مغير تمبري وبعد نخلط يعني كل هذا واضح أنه نيت الإيقاف واضح ثم تمبري 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 هو شي يجيبه هو الأستاذ شجيب التمبري ورجعه فالتوقيت الإداري وقال خذ عليها الإنابة رفضوا عليه الإنابة وهذه الأخطاء نحيث الإجراءات علاش لازم نركز اليوم على الأخطاء هذية لأنه وقت الركز على الأخطاء هذية نفهم مش معت مسألة الدفاع على صحفي ولا لا لا رأي الإجراءات جعلت لتحترم هذيك هي الدولة سينا بش ندخل في الاستثناءات وندخل في حاجات أخرى اليوم الدولة عندها قانون كنطبقوا القانون نفهموا أنه الدولة مشى في اثنية صحيحة اليوم القانون في المسجد دي ما تطبقش مناش ما ثني في اثنية صحيحة بالأساس نصوص الإحالة في طبها يعني باش ميكون نقاش قانوني أو تقني باش سادة المستمعين يفهموا أنه رأون اليوم أحلنا صحافي على المرسوم 15 في نفس الوقت أحلناه على ممكن مجلة الاتصالات مجلة الاتصالات ترى قانون صار في العهد السابق بين بفرين قبل الثور جينا مجلة الاتصالات جينا أيضا حتى قانون العلوم في المرأة ثم نكون فلت حتى في الكلام اللي موجود في القوانين تم تعارض يعني وبالتالي فهمنا أنه نية الإيقاف واضحة وخاصة أنه رفضنا الإيقاف لسبب بسيط صحافي موش مجرم باش يمثل على المجتمع بشر ربيك على قباحتك ولا على كلم هذا مثلا من نجموش نبنيه دولة بالمنطقة هذه من نجموش نبنيه دولة بخطاب التشفي بخطاب الإقصاء بخطاب المحقرانية بخطاب أنك الآخر هو المجرم وأنا المليكة مثلا ما تستقيم سمحني نقيب احنا هنا نعاود كل مرة نعاود نعاود كما قال مهر نقبل قال اوكي قول صحفي الحالة تجاوزات ليس غربي مهرحنين زياد دبار وقفة احتجاجية نيابة هزوا وقفوا 48 48 ها ايه نحاول قدر الإمكان أنه نخرج من بوتقة ردة الفاعل إلى بوتقة الفاعل دكور كيفش مشنا احنا مثلا تعاوننا مع نواب مشكورين سادة النواب في البرلمان تونسي اليوم وافقوا عدة نواب على أن المرسومة 54 يتنقح ولا بد للمرسومة 54 أنه يتنقح بسيغته الحالية لأن المرسومة 54 أثبتت كل القوى تقريبا المدنية والسياسية والحية وحتى أنه مرسوم يضر أكثر منه ينفع وأن المرسوم هذا ينصف ينصف جودي ينصف نظريا كل ما أتى به الدستور كل ما أتى به ثورة من ضمانات خص الحريات إلا أنه للأسف شديد تم تعطيل المبادرة هذه مفننش ليش تالي هذا كي نحكي لك ما ينفعش مش بش يضرنا إلى درجة أنه باش نبقى ومكتوفي الأيدي والعكس لازم نمشيه لازم نقدمه لازم نقدمه مبادرات ولازم نضغطه أكثر لتغيير مثل هذه القوانية كيف تفكر نقابة شنو مع الوضع هذائي وبع الواقع هذا هي أول خطوة خمّ فيها أنه باش نحاول نسد الفراغ الحاصر المؤسسات في علاقة بثقة مسألة أخلاقية المهنة لأنه اليوم شفنا أنه أخلاقية المهنة قبل أن نصلولها قبل أن نصلولها ممكن نحن كمهنة لازم نفكر كيفية قريب أن نقاب باش تكون عندها إن شاء الله عتا نستدعو الزملالي المجلس أخلاقيات اي مجلس أخلاقيات عندها مجلس صحافة أو بوتسوال للمؤسسات قادر يعدل شوية ممكن يخرج بلتا في اتجاه هذا على الأقل أنه المهنة تفكر ولازم ترجع تفكر لما ننتج المضامين علينا أن ننتج أيضا فكرا يعدلوا هذه المضامين معقول تبقى كل حاجة والكرة ليس في دين أحنا بدين السلطة السياسية الحالية مثلا نحكي لك على مستوى القوانين على مستوى المؤسسات على مستوى حكم العلام العمومي إصلاح العلام العمومي إصلاح العلام الخاص لكن فما نقيب معناها من اللي بداه عمل المكتب الجديد هل كان فضل لقاء مع رئيس الحكومة مثلا صار لقاء وحيد تقريبا مع سيد وزير الترابي ومشكور علي لأنه وقته كان المشروع هو فيطر مشروع كبير نحنا طرحنا كنقابة كان طرح كبير لأنه الدولة التونسية ما هيش شديدة عندها 60 عام استقلال ولحظنا أنه في ظل الحرب على غزة اليوم والجرائم اللي بدل تصير في غزة لحظنا أنه في ظل وقت اللي ريزو سوسيو وقت الشباكات التواصل الافتراضي كانت هي واخذة بارتي برونون مع الصينة فكان لازمنا نحنا كنقابة نمشي وتمشي في إطار تربية تربية على وسائل الإعلام في إطار في عدة حاجات اليوم هذا هو اللقاء الوحيد للحاصل هذا اللقاء عبلي لإيئلية عبلي عملي تقني تقريبا أكثر لقاءات سياسية ما صارتش ما الحق ما صارتش ما نعرف شو ما فهمتش علاش السؤال يتوجه مية في المئة يتوجه ليوم هم هو ما مشكول بالدولة هناك مثلا بالموقع الجديد على مستوى النقابة لا ما متحق ما قليتش وما لم يصير فديما تليتش لك لقد ندورهم ما مخذيتش ما ما موصل لش التهنيئات موصل لش الحق أما يبقى أهم التهنيئات الياس أنه لما نفكر مع بعضنا لازمنا نفهم أنه راو نقابة صحفين نفكروا مع بعضنا عندنا أفكار طرحين أفكار لإصلاح الإعلام في ظل الفراغ الموجود ثم أفكار موجودة ثم نقاش في المهنة ثم أفكار تطرحت راوما لازمش نخاف من الطرف الآخر حتى ونختلف معنا لازمش تخاف من نقابات أو من نقابة صحفين حتى وإن كان صوتها عالي في الحريات لأنه قرارنا ومشروعنا هو وطني سيادي حتى ما يحكم فينا حد إلى ضميرنا ولأننا نقابة سمح لي معناه هذا إذا كان اليوم مهنة كاملة بالمفروض أن يتم استقبالها يبعى على مستوى يبعى على مستوى اجتماعي مع وزير الشؤون الاجتماعية لبعض المكاسب الاجتماعية وإلا نقاش الاجتماعي اتفاقية ولا غيره وإلا على مستوى السياسي للإصلاحات والتشريعات هي بقدر ما هي ممكن مش مكاسب حقوق اجتماعية اليوم الدولة رافعة الشعار ضد تشغيل الهش الدولة رافعة الشعار ضد هذا يحدى القطاع ضد استغلال الناس اليوم في قطاع الصحافة هناك تشغيل هش وهناك مؤسسات تقريبا تعاني باش تعيش اليوم راهوا في سنة انتخابية قادرين يشوفوا 80% من المؤسسات تتسكر نظرا لظروفها الاقتصادية صعبة مش لانه فيها يعني مشاكل مشاكل اقتصادي اللي صايرة في البلد تأثر على قطاع الصحافة في ظل غياب سياسة عمومية وفي ظل غياب مشروع للدولة أو رؤية للدولة التونسية خص قطاع العلام المسألة باش تعقد اكثر واذا ضربت الصحافة اليوم في تونس باش نبقى في الفوض باش نبقى في الفيسبوك والإيباجات تخلص من بر باش نبقى في اللوبيات تجيك من بر باش نبقى في المانيبوليسيون تجينا من بر والله واعلم باش نوالي باش سير في الانتخابات تجي عكى علاشي اليوم رأوا قطاع صحافة كيكون قطاع واضح وكيكون قطاع جدي وكيكون قطاع صحافة الجودة وصحافة كم نحبوها مواطنين برشة بين ظفرين إلياس يلوموني ساعات في الشارع يعرضوني يسئني انتم تعاركوا لك في علاقة في قطاع الصحافة ان على علام العمومي فما مش لكبيرة في حوكمته شنو نحبوا منه كعلام عمومي اليوم ايضا كعلام خاص لازمنا نفهمه من حق المؤسسات تكون عندها خطوط تحريرية واضحة الفرق بينه بينك أو ما يسمى كما نقول فيها الفاصل بينه بينك هو احترام اخلاقيات المهنة وشفافية المعاملات المالية وكل شي هذا رو باش نكونوا متنسقين مع خطابنا السابق ده ندينا بهم السابق قبل ما يحكيه رئيس الجمهورية أو قبل ما يتحكيه يعني الشخصيات القائمة على المنظومة الحالية أو بعض اللي يعملوا في البروباجندا للمنظومة الحالية هذا كان مطالبنا في السابق وما زالت مطالبنا في الوضع الحالي لانه كما الدولة عندها رؤية في السياحة كما الدولة عندها رؤية في الزراعة وفي فلاحة ولو انه رؤية ما زالت ما هيش واضحة في القطاع هذا كما قطاع الصناعي اليوم في قطاع الصحافة ما فمش رؤية واضحة للدولة في حين أنه من أهم القطاعات اللي يزم نتهم بهم الدولة في علاقة بالفترات الانتقال الديموقراطي أو فترات الأزمات السياسية هو قطاع الإعلام لإصلاحه لأنه حاشتين إذا نحب نبنوا بلاد للمستقبل إذا نحب نكونوا فيدال الخطاب نرفعه فيه تونس دولة اجتماعية وتونس يعني تونس الكل وتونس فيها يعني دولة القانون والمؤسسات وكلام هذا كل أو نحب نعمل دولة خاصة بنا أو دولة أنظمة خاصة بنا اليوم للأسف شديد نجد مش نفكر أنه اللي تبنى راو كله سراب لا لا تبنى تحاجات تبنى المرسوم 115 اللي بفضل المرسوم 115 تكلموا المسؤولين الكل اللي في الحكم اليوم لما كانوا في المعارض اللي بفضل تكلموا المعارضين في السابق اللي كانوا في الحكم وتقلبت الآية اللي في الحكم ولا في المعارضة ولا في الحكم تكلموا تم حماية حقوقهم بفضل 115 اللي يوم لستستكثروا على قطاع ناضل قطاع ضحة قطاع الوحيد اللي تقريبا بين ظفرين ماستنفعش مديا مثورة كباقي القطاعات وككل القطاعات لستستكثروا عليه أنه يعيش في مارجم حرية هامش حرية جيد يخول له أن يقدم منتوجا صحفيا جيدا ويلوقي بالمواطنة. بوهب يسر مهم إلى أعلى درجة على خاطر على انتداد 11 سنة وأكثر من 11 سنة كل القطاعات تعدت معنا لهنا وتعدت في كل وسائل الأعلام وتعدت في كل الفضائيات الأعلامية تدافعوا عن مستقبلها ومكتسباتها وفي الأخر شكورة قاعدة في هشاشة أحنا تقريبا على خاطر الناس تشوف 10 أو 15 منشط يظهرون لهم لبس عليهم يقولك أبالا هاوك لبس عليهم لا لا والألاف ومئات صحفيين اللي عاليوا يوميا في صحافة جهوية وفي صحافة عموبية وفي مؤسسات أخرى بيشوفوهمش ولا في جرائد ولا غيره بيتشوفوش هذاك ولا في وكالات ولا غيره إيش عمله وشي بلي يهتم ليش لعمل اليوم الدولة مش نشر الاتفاقية الاتفاقية الإطارية المشتركة هي على الأقل قطاع قانوني نظري يحمي حقوق الصحافي ونجمه نبن عليه في إطار اتفاقيات مؤسسات أو قدرين نفوضع عليه اليوم القطاع السمع البصري ما فيش قانون ولا وتتحطش على الطاولة ويتحكي فيها بعض السلطات العموبية هل يعقل ذلك لا يعقل ونستغربه بالمرة وبل نتكاد أتعجب يقول نحن دولة أمن بالحرية خطاب الدولة الرسمي اليوم على مستوى رئيسة الجمهورية ورئيسة الحكومة وعلى مستوى عضاء الحكومة يقول نحن معا احترام كرامة الأنساء خوية هذو مزوز منتهكين في قطاع الصحافة اليوم تم اخترع الحرية في علاقة بالمرسومة 54 لأن هذا المرسوم ما هوش كان نحن بقط يمس الناس الكل وفما مشلة كبيرة في علاقة باستمرار التشغيل الهش واستمرار استغلال الصحافيين وتفقيرهم اليوم كل إذا الصحافي ما عندوش تقريبا ظروف مادية جيدة باش قادر يقدم منتوش صحفي فانه باش يعيش شعارك على مصدر رزقه باش يعيش شعارك على تحسين ظروفه اليوم تقريبا نسبة لهشاشة في القطاع تتجاوز 50% وهذا مؤشر اختير اختير جدا جدا يعني لما تكون عندك 50% من حالة هشاشة ما فيهاش طغط اجتماعية ما عنداش أجرى تستحقها يعني تقريبا في القطاع السامعي الباصري مثلا مثل البسيد في القطاع السامعي الباصري ما عندناش قانون واضح ينظم العلاقات الشغلية مشكورة بعض المؤسسات اللي عملت اتفاقيات مؤسسة داخلية لانه هذا ما يكفيش وبالتالي لازم الدولة اليوم تكون موجودة في علاقة بسياسة عمومية للأعلام هذا هو اللازم اليوم يعني اليوم لازم تكون عندنا سياسة عمومية للأعلام باش قادرين نوصلوا بالبلاد إلى بر الأمان في علاقة بالانتخابات رياسية في علاقة بالتحدية المستقبلية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ولا نعدك أنه لقاءنا جاي يكون الكل حول السياسات العمومية وإمكانيات إصلاحة حول المقترح اللي نجم يجي من عند المهنة ربي فرج على محمد مغلاب للمتابعة الموضوع واحنا نعدك أنه زادا كذلك ونعد الجميع أنه نتبعوه الموضوع ونعطيه آخر الأخبار اشتركوا في القناة